محمود لو أنا دلوقتي واحدة لسه متخرجة من الجامعة ودخلت على الجروب بتاعك هستفيد منه ازاي؟ هنستفيد منه ازاي بكذا حاجة لازم اول حاجة احنا دايما بنحدد بها الشباب اللي انت عالي لازم تكون عارف وجهتك رحفين بمعنى ازاي لانا لازم اكون عارف نفسي بشكل كويس اعرف نفسي ازاي بنحاول نقول لهم ان في مواقع مجانية تقدر تتعرف بيها شخصيتك زي مواقع سكستين بيرسوناليتي مواقع زي جاسم الهرون بتدخل تعمل اختبار لازم تكون عارف منه نقاط قوتك ونقاط ضعفك بشكل كبير عرفت الحاجات دي كلها هتعرف الوجهة بتاحتك بعد ما بتعمل الحاجات دي بيبقى فيه الاختبار ده بيطلع لك كود بتاخد الكود ده بيظهر لك ايه اهم الوظائف المناسبة لك سواء بقى جرافيك دزاين او سوشال ميديا او المجالات دي كلها وانت بيكون شخصيا بتبقى عارف هل انا هكمل في نفس الكارير بتاع اتجاه الجامعة بتاعتي ولا هعمل شفت الكارير لان انا سامع ان فيه مجالات جديدة زي البرمجا جرافيك دزاين داتا اناليسز مجالات زي كده فاحنا بنحاول نوسع له يعني بنديله فكرة في كل المجالات دي وبعد كده هو بياخد التجربة لان انا نايما شايفين ان احنا عساس تقدر تطور او تقدر تجرب من نفسك لازم تجرب بشكل كبير فاحنا بنحاول اللي احنا نوفر له خلاص انا اخترت اللي انا هكامل في الكارير بتاعي ازاي تقدر تسفيد بالكارير بتاعك هتاخد البروسوس واحد اتنين ثلاثة اربعة دي اللي هتقدر تشغل به ازاي تقدر تعمل اكاونت على لينكد ان ازاي تقدر تعمل سيفي كويس فده ده يقدر يقهلك اللي انت تلاقي وظيفة وفي نفس الوقت ازاي تلاقي الوظيفة دي دي اهم المواقع اللي انت تقدر تدور عليها على وظيفة انت بتحطه في الجروب بتاعك على السوشال ميديا وظيف الانسان ممكن يدخل ويعني يحاول احنا بشكل كبير يعني بنحاول الوظيف دي احنا بنأهل الناس للوظيفة بنعرفوا ونعرفوا ايه الاماكن اللي ممكن يلاقي فيها الوظيفة دي المكان ده المكان ده المكان ده حتة اللي احنا نوفر فرص عمل بشكل كبير يعني بنحاول اللي احنا نزي المنح الحاجات اللي هي فور فري كورسوات اللي هي الحاجات اللي هي متخصصة بدا فاحنا بنأهله إزاي تقدر مثلا عشان اشتغل جرافيك ديزاين لازم يكون عندك مهارات 1-2-3-4 فانت بنأهله الـ 1-2-3-4 ده يكون عنده عساس يقدر يكمل واشتغل في الجزئات دي ونقوله المواقع اللي انت تقدر تلاقي فيها الشغل للجرافيك ديزاين 1-2-3-4 طيب إيه أكتر مجال الناس بتسألك عليه؟ الناس دايما بتسأل على مجالات الفريلانس عامة أو الشغل اللي هو الشغل من البيت أو الشغل اللي هو ممكن يقدر يزود مصدر دخل لي أو مصدر ربح يعني هو بيبعنده شغلانة سابتة وبعدين بيحاول يشتغل حاجة جنبها وده شفناه بسبب التطور التكنولوجيك كتير اللي حصل الفترة اللي فاتت دي كلها في مجالات كتيرة ظهرت زي السوشال ميديا، الجرافيك، كونتنت كرياتور حاجات اللي هي الـ SEO، الجرافيك دزاين، الحاجات دي كلها دي كلها مجالات، بس فيه ناس بيبقى عندها مشكلة بشكل كبير اللي هي بنسمع الأرقام دي، الناس بتقبض، الناس بتشتغل من البيت، الناس بتاخد أرقام خيالية في المقاب فالناس بتبقى مستعجلة حتة وده حقيقي؟ هو حقيقي، بس عن بعد يعني الناس بتنقلهم التجربة في الأخر، مش في الأول يعني هي الأول الحاجات إحنا دايما لازم نشوفها لازم الناس تكون عندها مهارة المرونة ولازم تكون عندها استمرارية في المجال ده أنا دلوقتي عشان أتعلم مجال، لازم أول حاجة هاخد وقته بشكل كبير حساسة أقدر أعارف يكون عندي سيفي كويس السيفي بتاعي ده يقدر يشغلني، مش من أول يوم هنزل هيكون السالري بتاعي الرقم الكبير اللي الناس بتقبض له أكيد فالناس بتبقى مستعجلة الفكرة دي، لو الله أنت قلتولي هتعلم المجال ده وهشتغل واخد الرقم ده فإحنا عشان تقدر تشغل المجالات دي ناس دايما بتسأل عن مجالات الخاصة باللغات، المجالات الخاصة بالفريلانس عمتا الحاجات التانية المهارات اللي دلوقتي بقت مطلوبة، أنه إحنا دايما بنشوف فيه ناس شطرة كتير وعندها شطرة حلوة بس في نفس الوقت بتكون عندها مشاكل اللي هي ما عندهاش المهارة اللي هي ازاي تعرض بشكل كبير بريزنتيشن بتاعتها ازاي يبقى عنده استخدام التكنولوجي بشكل كويس، المهارات اللي هو لازم يكون عنده مرونة ازاي يقدر يتعامل مع المشاكل، ازاي يقدر يحل ضغوطات مثلا عنده مشكلة فيقدر يحلها ويطلع ازاي إدارة المخاطر زي ما احنا شفنا في فترة الكورونا في كذا مكان أفل في ناس دانية كانت عندها شوية مهارات اللي هي قدرت يعني يكون عندها مرونة بشكل كبير اللي هي تقدر تطلع حلول وتقدر تواكب التكنولوجي أو تقدر تواجه الخطر اللي احنا كنا فيه